سبقاً قلت على هذا الكرسي إن الله لما ذكر أفأمنا أهل القرية قلت أن الله يقول أفأمنا أهل القرية أتيهم بأسنا ضوحاً وهم يلعبون الناس ما يمدحون باللعب وإنما يمدحون بالطاعة والتقوى والجد والاجتهاد فيما يصلح الأمة ويرفعوا قدرها وأما مجرد استماع الشعر مع الأدب في الاستماع فلا حرج فيه بشرط أن لا يلهي الناس عن عبادة الله جل وعلا فلسى الله أن يصلح على المسلمين في كل مكان وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل وأن يحفظ علينا في بلادنا في المملكة الأمن على ديننا ودنيانا وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منه والبطن